و اخيرا رحل شريف اكرامي عن النادي الاهلي بعد مشوار طويل وبعد عمر طويل وبعد فترة طويلة من المباريات ومن الملاعب ومن العشرة ومن ابن النادي ومن الفضل والدين وكل الكلام اللي احنا بنتسمعه خلال السنين اللي فاتت رحل شريف اكرامي خرج شريف اكرامي اليوم من النادي الاهلي الى الابد بس للأسف خرج شريف إكرامي بعد كل المشوار ده من الباب الصغير خرج من الباب الخلفي خرج من الباب اللي ما يشرفش اللي ما يكبرش خرج ولن يعد الفيلم زمان كان بيقول خرج ولم يعد أنا بقول لكم دلوقتي ان الفيلم تغير وبقى خرج ولن يعد ليه لن يعد لان احنا اتفقنا لأسبوع اللي فات خلاص اللي بيسيب بيتساب واللي بيمشي شكرا واللي مش عايزنا احنا مش عايزينه ولما يعزنا كان فيه خلص كان فيه وخلص هي دي القعدة دلوقتي والحقيقة حد حيقول لي دلوقتي طب ليش رف إكرامي هقول لك علشان الاهل دلوقتي بيعمل حالة استقرار بجد ومش عايز اقول لفز تاني لانه موجود دلوقتي جوه في فكرة الانتماء وفكرة الفلوس لازم يمشي اللي عايز يقعد يبقى بجد عايز يقعد ويبقى لون الفانيلا الحمرة بالنسباله تسوى كتير 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 اكتر من ملايين الملايين ويبقى عارف ان قلعة النادي الاهلي وانتسابه وانتماءه اليها اهم من هو يعمل خمستاشر وديعة في البنك الاهلي بالخمستاشر في المية فايدة لا لا الوديعة الحقيقية هي الجمهور شهادة الاستثمار الحقيقية هي جمهور النادي الاهلي ودي اللي الفايدة بتاعته بتاعلى كل سنة ولما تبطل هتبقى نجمة في قلوب الناس وحتشتغل في التحليل وحتشتغل في التدريب جوه الاهلي وتبقى في الجهاز الاداري وممكن توصل لرئيس النادي وحترفضل طول الوقت محفور في جمهور التالتة شمال لكن هتعمل اللي عملته مش هتبقى في جمهور التالتة شمال هنشيل التالتة هنشيل التالتة وتبقى ايه تبقى انت مشيت شمال عن الطريق الصح انا رأي انه الحالة دي لازم تستمر ولازم كل اللي عايز يقعد يقعد برغبته مش ضغطا ولا املاءا ولا اصلحنا محتاجين لك الاهلي ما بيحتاجش حد الاهلي ما بيحتاجش حد اللعيبة هي اللي محتاجة الاهلي عشان تكبر الاهلي ما بيجيبش سيرة حد وما بيتطاولش على حد ليه لان الاهلي كبير الناس هي اللي بيجيب سيرة الاهلي عشان تكبر زي الاهلي فانا بقول لي شريف الف سلامة طالما انت عندك طريق التفكير مختلفة حتى لو مكنتش يعني بسبب مباشر وبتحب الاهلي بس طريقة حبك للاهلي يا شريف مش هي الطريقة اللي الاهلي عايز يتحب بيها والدليل البيان اللي نزله شريف انا ما بيجيبش حاجة من عندي الدليل البيان اللي نزله شريف اكرامي بنفسه بعد قزمة رمضان صبحي وانتوا عارفين ان رمضان صبحي متجوز اخت شريف يعني شريف يبقى اخو مراد رمضان وطبعا شريف الكبير وكابتن نادي الاهلي فرمضان بيسمع كلامه وبيمشي شوية حسب توجيهاته البيان اللي نزله شريف اكرامي بعد الانتقادات اللي توجهت له بعد قزمة رمضان في رأيي دليل ادانة مش دليل براءة لانه قال زمان وقت ما طلع رمضان للاحتراف وقت كابتن محمود طاهر موانس محمود طاهر كان الاهلي ساعتها وجمهور الاهلي مش عايز رمضان يحترف انه كان فرحان بي ولسه صغير 19 سنة ومكسر الدنيا وشريف اعترف قال انا كنت عايز رمضان يمشي عشان يحترف ويشوف مستقبله وبتعرق من الاهلي وجمهوره كان عايزه فمعنى كده يا شريف ان انت بتفكر عكس رغبة جمهور الاهلي وقدرت الاهلي ثم لما رمضان رجع انا كنت عايزه يطلع تاني كنت عايزه يطلع تاني وقدش عايزه يرجع شوفوا الجملة اللي كتبه شريف في البيان رغم معرفتي كشريف اكرامي ان الاهلي وادارة الاهلي والجهاز الكرة في الاهلي بيحتاج رمضان في الوقت ده لان ما كان عندنا ثغرة في المركز ده الجناح الشمال فرغم معرفته لاحتياج النادي واحتياج الجماهير واحتياج الادارة له لكن كنت بيقول له كمان ما ترجعش يعني بينصحوا عكس مصلحة الاهلي ودلوقتي كمان بينصحوا انه يسافر طب اما اللي هو الانتماء للاهلي ايه كلام لما يكون بيتك محتاج لك وانت تقول لا انا مصلحتي فوق احتياج بيتي يبقى ده انتماء لنفسك ولا انتماء لبيتك على فكرة ما عنديش مشكلة ان انت تنتمي لنفسك حقك بس ما تقعدش الطنطن بقى طول الوقت بالانتماء للبيت الكبير كفاية اشتغالات وكفاية اكلونا البلوزة احنا كاننا بلوزة تكفينا عشرين سنة قدام كل واحد يشوف مصلحته اولاد الحلال والاهلي عارف مصلحته الاهلي عارف مصلحته ولو لعب ب11 لعيب من الجمهور الاهلي حيكسب ليه لان الفانيلا الحمرة هي اللي بتدي الدافع والكيان هو اللي بيحقق الانتصار مش اللاعبين رسالة وداع للأستاذ شريف اكرامي اللي النهاردة مبارح الاهلي وجهه له الشكر والنهاردة بعت احد ممثليه عشان يلم كل متعلقاته من نادي الاهلي في وداع اخير واحنا كمان بنودع شريف اكرامي وداع اخير وبنقول له الوداع ده بس بس الحقيقة ما شفناش فيه طول الفترة اللي فاتت غير حاجة واحدة بس شكرا شكرا زكريات زكريات وحرق الدم وحاجات كتير يلا بالسلام يا شريف وتشوف مستقبلك وربنا يا كرمك يا ابني بره النادي الاهلي وكل واحد يشوف مصلحه هو الاحتراف بقى كده من اخر وشكرا